بعد أن تدعو بأي أمر تقول إن كان في خير مثلا اللهم يسلم مثلا هذا السفر إن كان في خير وهكذا إلا هذا مشروع لا تقييد ذلك لا بس إنه دعاء مقيد قد لا يعلم الخير فيما يسأل الله عز وجل من المساهل قد يظن أنه خير والخير في خلافه فإذا قيده بالخير فلا بس بذلك لا سيما فيما يحتمل الخير والشر أما ما هو خير بالمطلق فيه برطاعة فلا يعلق فيه بالخيرية إلا على وجه التأكيد إذا قال مثلا اللهم يسلم مثلا صلاة الفجر إن كان خيرا إن كان خيرا هذا ليس تقييدا ولا حاجة إليه يعني من الحشو لكن يقول اللهم يسلم الاستيقاظ لصلاة الفجر ونحو ذلك أو صلاة الليل ونحو ذلك